موسيقى مواجهة سابقة أبنت عن علو كعب العناصر الوطنية المرور بطريقة مريحة من دور المجموعات إلى الدور الثاني كذلك انتصار على فنزويلو المرور للدور الثالث هو كما قلت نتاج لعمل قاعدي جاد أعطأك له الآن المباراة القادمة أمام برازيل هي من حق حقيقي العناصر الوطنية المعرفة الإمكانية ومدر القدرة للذهاب بعيدا في هذه الكأس نعرف قيمة منتخب البرازيل كنا عرفوا كذلك القيمة دي العناصر ديالو وهذا اللقاء هو سلاح دو حدين من خلال تصريحات دي المنتخب برازيل يظهر على أنهم وضعين في حسابة ديالو القوة دي المنتخب الوطني المغربي وحتى هما يعني عارفين أشكي ينتظرهم والمنتخب الوطني المغربي كما بغت تكون نتيجة وكما بغت تكون الحصيلة فما تحقق حتى الآن هو يعني ربح كبير لكرة القدم المغربية وخاصة لرياضة الفوتسال الوصول لهذا الدور هو تشريف لرياضة المغربية لكرة القدم المغربية كما قلت وخاصة لرياضة الفوتسال الانتصار عن فرازيل سيكون يعني واحد القفزة كبيرة النخبة المغربية واحد النتيجة اللي ستحط المنتخب الوطني المغربي ضمن مصاف أقوى المنتخبات العالمية نتمنى أن العناصر الوطنية تكون حاضرة بقوة في هذا اللقاء وفي هذا المواجهة وتعطينا تأهل إن شاء الله ليشرف الرأي المغربية ويشرف العناصر الوطنية ويشرف الرياضة المغربية كذلك تحية جميع الرياضيين طبعا الفرق الوطني الكرة القدم المصغرة فوتسال لقدم لقاءات جيدة وفي المستوى الكبير والانتصار الأخير ذي هلو على فنزويل ودليل أن المنتخب يسير في طريق صحيح وحتى المقابلة اللي قبل مع البرتغال ولا مع الفرق اللي سبقت كان في المستوى الكبير ومشي سهل باش تدوز المربع الدهبي مع فرق كبيرة كالبريزيل وكالورجونتين والبرتغال وإسبانيا فرق كبيرة 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 ونتمنى لحد ساعدين إن شاء الله غدا أمام الفريق البرازيلي وليما الفوز إن شاء الله بإنه له مقابلة صعبة ولكن عندنا لاعبين في مستوى الكبير غينتصروا إن شاء الله ولكن لازم غتكون بشي هدف واحد مثل تلجوج ضائلة ونتمنى والفوز لأن الإنسان ديا إيمان يتمنى الخير ويلقى الخير إن شاء الله يكون خير بإذن الله فبالنسبة لي المقابلة غدا مقابلة صعبة للمنتخب الوطني لسيما أن أنا غنواجه المنتخب البرازيلي اللي تتوجه خمسات المرات بكأس العالم كيف ما شفنا كانوا تمني ديال الدورات ومنتخب البرازيلي تتوجه بخمسة كيف ما كتعرفوا أن كورة القادم ديال القاعة خرجت من البرازيلي وبرازيلي ومن الأصل إحنا المنتخب الوطني المغربي والتي عندها تركيبة بشرية اللي قوية في إفريقيا اللي الحمد للساط على أنه الفوز على بين زولة تلاشة الأهداف لهدفين وحقق بها تأهول ربع نهائيك حس العالم ربع نهائيك ويبقى إنجاز كبير كنت مننا هذي كورة القادم اللي كيدخول يقدم لليه إحنا كنت مننا وحكامة غريبة الفوز المنتخب الوطني رغم صعوبة المقابلة أراضي على العناسر الوطنية مئة في المئة لأن العناسر الوطنية قدمت تلك شيء اللي علىها ما عندنا شحنا لش نزيدون دوله قاعد تلك الخصوم يديرو ويديرو ربع نهائيك حداش وإنجاز